خسارة أخرى في الانتخابات النصفية الأمريكية تلقي بظلالها على الحزب الجمهوري مرشحة الحزب كاري ليك تخسر المنافسة على منصب حاكم ولاية أريزونا أمام الديمقراطية كيتي هوبز هزيمة كاري هي استمرار لمسلسل هزائم المرشحين من الدائرة المقربة والمدعومة بقوة من الرئيس السابق دونالد ترامب وتعد كاري من أكثر مؤيد تيار ترامب داخل الحزب بنت حملتها الانتخابية بشكل رئيسي على التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2020 وتضعف الخسارة الجديدة من المكاسب المحدودة التي حققها الحزب الجمهوري خلال الانتخابات والتي كانت التوقعات قبلها تشير إلى ما أطلق عليه الموجة الحمراء باكتساح الحزب للكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ الخسارة أكبر بالنسبة لترامب الذي يحمله البعض داخل الحزب المسؤولية عن النتائج الباهتة بسبب اختياره ودعمه لبعض المرشحين وتعزز هذه النتائج موقف الفريق المعارض لترامب داخل الحزب والتي تطالب بتغيير نهجي ووجوهي الحزب استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة تنعكس هذه الخلافات في استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع كبير لترامب ويأتي حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس الذي أعيد انتخابه بفارق كبير في الأصوات كأبرز المنافسين المحتمالين لترامب وتشير الاستطلاعات إلى تقدم دي سانتس بفارق كبير عن ترامب حال إجراء انتخابات داخلية لاختيار برشح للحزب غير أن هذه النتائج والمؤشرات لن تمنع ترامب من إعلان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية وهو ما قد يعمق الخلافات داخل المعسكر الجمهوري التي من شأنها أن تضعف حسب البعض فرص الحزب في العودة للبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقرار إجراؤها عام 2024 ترجمة نانسي قنقر